رجينا لحضراتكم معنا أسئلتكم مباركة ومعنا الأستاذ دعاء أستاذ دعاء تفضلي نعم وفضل الحمد لله أهلا وسهلا بحضراتك يا أستاذ دعاء تفضلي دعاء حضرتك كيفش لو أستاذ الولد ده بتضي علاية تاعت السامة جابة يعني فهل ده إيه؟ هقول لحضراتك حاضر طيب ستي بص يا سادة أنا مش هكلمك أنت أنا هكلم والدتك بتدي على بنتك ليه؟ طيب أنت دعيت على بنتك وربنا استجاب لك أنا ما بحبش الولدين يستغلوا نعم ربنا عليهم بأنهم خلوهم والدين عامل بالضبط زي واحد ربنا اداله دعا ومجابة فقال يا رب ما تحققش لفلان مراده هو ده بيغلس على نفسه وهو ده يكاد يكون ده هو تولي القرآن ذكره يدعو الإنسان وبالشر دعاه وبالخير ليه تدي على بنتك؟ ما ما حصل وأنا بقول لي بنتك برضو أن هي تتقل الله سبحانه وتعالى في أمها لكن كلام ليكي أنت حتى لو كانت بنتك مهما كانت ده لا بالهداية على فكرة اللي بيكلمك ده أب اللي بيكلمك ده أب ومش هتكلم على أني أنت لو كنت بتدعي وانت ظالمة مش هيستجاب لك أو بقول لك يا دعاء لو أمك بتدعي عليك وانت وهي ظلمك ومش بديالك فرصة ومش ومش فاهمة أنت بتعملي إيه خلاص ربنا مش هيستجاب لها لأن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب للظال وهل ممكن في أمها تظلم أولادها طبعا زي ما في أولاد ممكن يعقوا والديهم آه طبعا لتنين آه فأنت ليه توقع نفسك أياتها الأم المباركة في هذا الأمر ما تدعي له هتخسر حاجة لو دعيت لها بالعكس لربنا سبحانه وتعالى يكتب لك السبب مرتين إيه اللي حاصل وانت يا بنتي انت مهما دعت عليك انت عليك ان انت تحسني إليها إيه اللي حاصل تحسني إليها على كل حال هو ده الحل الصحيح إنما انت عايزاني أطمنك ان دعاءها مش هيستجاب لا أنا بأمر يعني بأقولك أمر ربنا وإن جهدك على أن تشرك بيه ما ليس لك بيه علم فلا تطعهمها وصاحبهم في الدنيا معروفة لما هي تدعي عليكي أقولك تعمل إيه انت دعي له دعي له ربنا سبحانه وتعالى يبارك لها في أمرها ويحسن عملها وكمان يخليها تحبك ادعي دايما ان ربنا يملأ القلبها بحبها ليكي ترجمة نانسي قنقر